أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية قتيل الدرون اليمني في تل أبيض عمل في سلاح هندسة هذه زاوية الثانية هذا الخمسيني عمل في حرب غزة وقدم المساعدة وقبل سنتين أتى من بلاروسيا ومهم جداً أنه ضمن من أصيب بما سمي بمشاكل نفسية في هذه الحرب ولا يزال ملف الدين باردر تحت ما سمي بالحضر حضر النشر خصوصاً وأنه قدم حديثاً إلى إسرائيل دمن الهجرة التي شكلت بين قوسين تحت دعوة خصاص للجيش الإسرائيلي لذلك فالعمل الذي كان فيه لسلاح الهندسة وهو السلاح الأكثر خسائر في غزة كان مطلوباً أن يعود إلى غزة ومهم في هذه التطورات أن أؤكد بشكل مباشر أننا أمام ما سمي بقطعان مرتزقة في واقع الحال اليوم يتأكد وبشكل واضح وأمام ما كان من تحديث لدى الجيش الإسرائيلي لأنه حاول أن يتجاوز هذا الرقم للتأكيد أنه مدني قبل أن تكشف الصحيفة الأقرب إلى نيتنياهو بأن هذا عسكري إذن الصحيفة الأقرب إلى نيتنياهو إسرائيل هي المعروفة بولائها إلى جانب القناة الرابعة عشرة فإن هذه ضمن وسائل إعلام نيتنياهو والدباع عن مشهة نظره ونتنياهو عندما يكشف أن الذي أصيب عسكريا وعمل في سلاح الهندسة بحرب غزة كل هذا من أجل تحميل المسئولية تماما للجيش الإسرائيلي وعدم أعطائه أي وعد جديد لهذه المعركة هذه المعركة يجب أن يتحمل مسئوليتها الجيش الإسرائيلي خصوصا وأن في لقاء الساعة الحادية عشر وبعد أن سمع ولنصف ساعة فقط نيتنياهو رئيس الأركان ويتحدث عن ضرورة الاتفاق مع حماس وضرورة وقف إطلاق النار لتحييد كل من جمعتي اليمن وحزب الله فبالنسبة إلي على الأقل لا بد من وقف إطلاق النار من أجل شيء واحد مركزي اسموه إمكانية العودة في أي لحظة إلى الحرب لكن ذلك ليس من قراءة نيتنياهو وبعد نصف ساعتين ادعى نيتنياهو أنه متعب وخرج مباشرة قطع الاجتماع ولم يكتمل بعد حوالي الساعة يعني أننا نتحدث عن حدود الساعة الحادية عشر بدأ للاجتماع الساعة الثانية عشر بدأ عرض رئيس الأركان ليفي وفي الساعة الثانية عشر ادعى أنه متعب وبعد ذلك مباشرة ذهب إلى فراشه إذن منذ عودة نيتنياهو من محور فالديل فيا والاجتماع الطارئ الذي حدث لتقييم الوضع ومشاركة رئاسة الأركان لما يراه نيتنياهو وجدنا مثل هذا الوضع تماما ليكون خروج نيتنياهو من الاجتماع داعما أيضا لإبعاده في حدود الساعة الرابعة في تقييم تلفونيا كان الاجتماع برئاسة جلانت وبدون حضور نيتنياهو في القصة التي أتت بإبعاد نيتنياهو وإقصائه من الجيش ليدعو كما جلانت للخروج مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي وللقول أن هناك واحدا من يعقد هذا المصار ويدفع إلى هزيمة إسرائيل إن لم يكن هناك اتفاق فلن تستطيع إسرائيل الانتصار في هذه الظروف على وجه التحديد إذن بالنسبة لي كانت من الضروري الخروج إلى الإعلام إلى إعلام الشعب الإسرائيلي لخصوص التطورات الأخيرة لأن مثل المصار الذي يقتع نيتنياهو قد يؤدي إلى هزيمة كاملة ووقف إطلاق النار سيسحب على أقل عنصرين هامين جدا أنصار الله وحزب الله إذن الأمر لا يمكن في أي لحظة أن يعود حزب الله وأنصار الله إلى حال محدودة ضد عناصر أو في اغتيالات محددة في قطاع غزة أو عن التزام بالأجنة الزمنية كل هذا سيخسره الزخم المضاد حسبهم وعلى الأقل فإسقاط أربع جبهات من أصل سبع جبهات أمر ضروري الآن لكن مجرد الاتفاقي على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع هذا الذي لا يريده تحت أي ظرف وفي أي وثيقة لأن مثل ذلك يعني ضرورة أن يحدث الانسحاب والانسحاب الكامل مع رفع الحصار في هذه الحالة ويسيكون الوضع أسوأ هذا في نظر متنياهو وهذا الذي يدافع عنه إذن قدينا هذه الخطوة الرئيسة التي يحاول العمل عليها لكن هناك أمر أدق عندما نشر والا أن نصف ساعة وبعدها خرج متنياهو ادعى أنه متعب وخرج ما الذي حدث؟ كان اتصالا مباشرا من السفير الأملكي بيجماند وكان هذا الوضع دقيقا للغاية إذ في تل أبيب هناك خمس نقط تعتبر حساسة لتأتي المفاجعة بشكل أكبر بضربة يمنية ضد تل أبيب والوصول إلى المقر الذي تحميه الصفارة مقر المصاد الإسرائيلي الذي يستخدم في حالة الطوارئ القصوى إذا المقر المصاد الإسرائيلي تحت حماية الصفارة الأمريكية في الظروف التي تعتبر فيها الحماية قصوى وبتدخل أمريكي وتحت هذا البند فإن اليمن استطاع أن يصيب منطقة حساسة للغاية قريبة منه إذ لم يكن يسادف الصفارة الأمريكية ولو كان أن الاستداب للصفارة الأمريكية فإن أمريكا معلنة للحرب على أمصار الله إلى جانب البريطاني إصابة الصفارة الأمريكية بيت الأبيب رسالة قوية للغاية لكن الرسالة الأقوى هي هذا الإصابة لهذا المركز الذي يعد بمثابة خدمة مباشرة ومركز للسي آي إي ليأتي مباشرةا نيتينياهو ويكشمها عبر إسرائيل يوم عبر أصدقائه أن هذا عسكريا وأنه يتبع سلاحها الهندسة وعمل بها على الأقل حسب المصادر الليكودية وهنا لا بد من التذكير بخلاصتين هامتين أن القتيل الوحيد عسكريا في هذا الوجوم اليمني على تنظيف وهذا يثبت أكثر صعوبة الرد وهنا يقول الجالب المعارض لنيتنياهو إن نيتنياهو حاول أن يعطي هذه المعلومة من أجل القول بعلن الرد إن كان رئيس الأركان قد أجمع على الرد المحتملي في اليمن فإن نيتنياهو يسحب ذلك لأنه متخوف من أي تطورات مع اليمن وبذلك فقد كشف هوية القتيل ولم يرغب فيه أن يكون مدينيا فكشف هوية العسكرية وذلك لإبعاد أي مغامرة تجاه اليمن كما هو يعرق دائما هذه المغامرة تجاه لبنان بسبب بسيطا جدا نيتنياهو يعرف حركة الدب تماما فهو يريد غزة ويريد فصل باك الجمهات عن غزة من أجل تركيز عليه لا يريد أكثر من ذلك يريد أن يربح غزة ويرطمح في وقف الجمهات الأخرى لا أقل ولا أكثر من أجل أن تكون له غزة هذا الذي يريده نيتنياهو وكل مع ذلك مجرد انعكاسات على هذه الحرب على ابتلاع غزة لأن فيها صعوبة كبيرة وبالتالي فإن باك الجمهات يجب أن تسكت اليوم أو غدا في هذه الحرب ويمكن الإبقاء على الوضع على ما هو عليه لذلك بالتصعيد في لبنان أو في اليمن أمر غير مرغوب فيه من طرف نيتنياهو لأنه لا يريد سوى غزة اليمين لا يريد أكثر من ذلك لكن في الاتجاه الآخر هناك أيضا حسابات أخرى وعلى العموم فإن اليمن يستبعد الآن أن تكون عملية ضد صمعاء هذا شيء مؤكد الإسرائيلي لا يستطيع فعل ذلك وهذا الذي يمكن تأكيده قبل ربع ساعة لأن اجتماعا سريا سرب عنه مثل هذا التحكيد لا إمكانية لإسرائيل في ضرب اليمن قد يكون مجرد مناورة في التسريب ولكن على العموم هناك نسب عالية من اتفاع نيتنياهو وبشكل صارم على عدم توسيع الحرب تشاهل يمن لأن مثل ذلك قد يؤدي إلى كارثة ضد إسرائيل شكرا جزيلا وإلى اللقاء